السلام عليكم معكم حجر صفيان ممثل رسمي لمسابقة ملكة جمال الأرض في الجزائر أول شي حبيت نشكر طاقم لايف المشاهير على قناة شروق على الاستضافة ونرى نهنا اليوم بش نحكيه على مسابقة ملكة جمال الأرض اللي تعتبر رابع أكبر مسابقة جمال في العالم وبفضل الله تم تتويج الآنسة هربان ساجية 19 سنة من سكان بلدية بيرموراد رايس من العاصمة اللي تعتبر أول ملكة جمال الأرض في الجزائر اللي راح تتشارك في هذه المسابقة العالمية اللي كما قلناه تعتبر رابع أكبر مسابقة جمال في العالم ملكة جمال الأرض هذا العام راح تكون حيث تنظيمها في الفلبين حيث الآن متواجدة المتسابقة الجزائرية الآنسة هربان ساجية منذ 19 أكتوبر الماضي إذا غايت إن شاء الله صار التتويج اللي راح تكون يوم 9 نوفمبر المقبل إن شاء الله وش الاختلاف بين مسابقة ملكة جمال الأرض على المسابقات الجمال الأخرى أنه هذه المسابقة هي المسابقة الوحيدة اللي تعتني بالحفاظ على البيئة وكل أهدافها متعلقة بالحفاظ على البيئة وكيفاش تقدر تنشط الأهداف هذه في مجتمعك أو في البلدك اللي جيت منه والحمد لله إلى غاية الآن نحن رأينا نتابعه في الأنسة هربان ساجية رأيتقوم بناشاطات بيئية كثيرة في الفلبين وأقدر إنسانية أيضا إذا كان عندكم العلم أنه منذ أيام فقط كان هناك إعصار ضرب الفلبين أحد مناطق الفلبين وتم اختيار هربان ساجية مش تكون من ضمن مجموعة صغيرة تنقلت إناعين المكان وقاموا بتوزيع المساعدات الإنسانية على السكان المتضررين في تلك المنطقة في الفلبين والحمد لله إلى غاية الآن إن شاء الله رأنا نتمنى أنه لم لا الجزائر تفوز بأول لقب عربي في هذه المسابقة العالمية وممكن يكون ثاني لقب إفريقي لأنه قامت من قبل كينيا كانت فازت باللقب من قبل باسم دول إفريقيا لكن هذه ممكن تكون أول مرة تفوز بها دولة عربية تمنوا التوفيق للأنسة الساجية هربان وإن شاء الله يكون هذا التتويج نفتخر به وخصوصا أنها دات معها بزاف ألبسات قليدية راح تبيينهم إن شاء الله من يوم بعد يوم إن شاء الله يا رب وهي كانت فازت هنا باللقب في الفاتح من أكتوبر اللي فات هنا في أحدى فنادق العاصمة بين 14 المتسابقة وإن شاء الله إن شاء الله لما لا نتمنى أنه تفوز بلقب عالمي إن شاء الله وترجعنا الجزائر إن شاء الله يوم 10 نوفمبر إن شاء الله المقبل وشكرا لطاقم لايف المشاهير ونشكر كل عمال وطاقم قناة الشروق ترجمة نانسي قنقر